كنا لسه بنتكلم ألا وأستاذ محمد على سعاد حسني على هذه الأسطورة وعلى قد أين هي كانت كل حاجة كان بتعملها وكان بتقدمها كانت فارة متميزة فيها يعني هي هنا هي متميزة وكمان أعمالها الأخرى متميزة فرحمة الله سعاد حسني برضو يعني مش قادرين نقول غير كده يعني أستاذ محمد تعالى تلهواري صباح الخير صباح الخير الشريف أنا بي أوراً بسمح لك أن أنت تقول حاجة لولدتك في يوم الدين يعني طبعاً بقول لها كل سنوها طيبة الكاميرا بقول لنا الكاميرا يعني طبعاً يعني هي يعني قدي طبعاً يعني ست ست عظيمة يعني الكلمات تعجز عن وصف قدي أنا بحبها وقدي هي ست كريمة جداً 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 هي كل أمهاتنا الحقيقة فخالص تحيا ليها وبقول لها كل سنوها طيبة وبنسبة أيدي الأم نبتد على طول بالأخبار من المصي اليوم صفحة واحد البابا يعود إلى خلوته وسط مليونية حب الأخبار الصفحة الأولى جنازة القرن من الشروق صفحة واحد مصر تودع فقيدها في موكب مهيب مهيب يمكن كمان كلمة قليلة آه فعلاً النور يختار حسان للتأسيسية والمصريين الأحرار يدعم الباز وسويرس من المصر اليوم صفحة ثلاثة حبس حداشر رجل شرطة بحدايق الأوبة سنة مع الإيقاف وبراءة ثلاثة في قتل المتظاهرين الشروق الصفحة الأولى الشعبي يستاذي وزير العدل للرد على اتهامات إخفاء ملفات موقعات الجمل من الشروق صفحة ثلاثة عبد المعز يشعل غضب القضاء تنحى عن اختصاصاته وتراجع بعد ساعات الأخبار نواب بالحرية والعدالة لا خلاف مع الجنزوري ولا نسحب الثقة إذا حلت المشاكل من الأهرام صفحة ثلاثة تعديل قانون انتخابات الرئاسة للسماح بالدعاية مع فتح باب الترشح المصر اليوم صفحة ثلاثة يوميات اختفاء الوقود مظاهرات ومعارك بالأسلحة البيضاء وسائقون يقطعون السك الحديد أول ثلاث أخبار هم طبعا بيكلموا عن جنازة ألباب شمودة وأعتقد أنها كانت حدث زي ما قلنا تاني أقل ما يمكن أن يقار عليه أنه هو مهيد بالضبط يعني في البداية طبعا لازم نتوجه بخالص العزاء للمصريين جميعا وللأخوة الأقباط بشكل خاص في وفاة رمز الحقيقة من رموز الوطنية البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وباتريارك الكرازة المرقوسية وإنبالح كان مراسم الجنازة ومراسم الدفن طبعا كانت مراسم مهيبة جدا زي ما تفضلته أشارت يا شريف مئات الألاف شاركوا في توديع الجثمان على مدار ثلاث أيام متواصلة وعشرات الألاف كمان كانوا معهم في مسواه الأخير في وادي أنطرون في دير الأنبى بشوي حيث تم تخصيص مقبرة له برضو لازم نشير إلى أن العديد من الوفود من داخل ومن خارج مصر ومن الدول العربية كانت مشاركة السفيرة الأمريكية كانت مشاركة يعني مندوب الفاتيكان كان مشارك أعضاء من المجلس العسكري كانوا مشاركين مرشحين محتملين للرئاسة كانوا مشاركين وسفراء بعض الدول البابا شنودة الثالث هذا الرجل القوي جدا واللي كان تاريخه تاريخ زاخر جدا الحقيقة وفيه مواقف وطنية كثيرة جدا ومواقف تتعلق بالقدس وبفلسطين الرجل لا خلاف عليه الحقيقة النقطة الثانية وعلى الأكثر أهمية وهو اللي بيشغل جميع الأقباط في الوقت الحقيق وجميع المصير الحقيقة ماذا بعد البابا شنودة الثالث هذا الرجل الذي عرف بقيادته الحكيمة جدا للكنيسة الأرثوذكسية كيف سيكون الحال بعد ذلك مسألة أن يكون الأقباط تحت طوع الكنيسة الأرثوذكسية كانت الدولة تتعامل مع الأقباط في صورة البابا شنودة كيف سيكون التعامل مسألة حل كل المشكلات المتعلقة بالأقباط في مصر بعض الأمور المعلقة مثل قانون دور العبادة الموحد أعتقد أيضا من ضمن الأمور الملحة جدا هي فكرة تمثيل الأقباط في اللجنة التأسيسية للدستور أمور كثيرة جدا الحقيقة سوف يواجهها البابا الجديد أيا كان ومن هنا أعتقد أن هذا الرجل العظيم الحقيقة البابا شنودة الثالث ساهم على مدار ما يقرب من 41 عام في الإنسجام داخل هذا البلد وتحقيق الوحدة الحقيقية داخل هذا البلد ومعقفه الوطنية مشهود لها عايزين نرد له الجميل في جميع المصريين كان نشوف نهاية مرحة أعتقد أنه أعتقد أن هذا الأقرب منه الحقيقة وفعلا فيه كمان فيه حالة من التوحد كانت موجودة وشوفناها حتى لأن الحزن الحقيقة كان مشترك ما كانش يتعلق بالأخوة الأطباط فقط ولكن يتعلق بالمصريين جميعا الدولة المصرية على مدار عقود أخطأت في حق المصريين وفيه أداء الواجب لهم ولم تفرق في ذلك الحقيقة بين مسلم أو مسيحي وبالتالي المواطنة والحقوق يجب أن تكون موجودة للجميع في الفترة المقبلة نحن ننتظر لنعرف من هو البابا الجديد ده وفقا لللائحة سنة 1957 والله هيجري بها اختيار من سيحل محل البابا واللي تم التأكيد أن هي اللي يتم فيها أي تعديل ونحن تجرى الانتخابات كما مفروض أن تجرى ونفيش أي مشاكل طيب حنروح على الأخبار السياسية بقى النور يختار حسان للتأسيسية والمصريين الأحرار يدعم الباز وسوير ده طبعا الجدل القائم عن اللجنة التأسيسية طبعا إحنا الجدل اللي يفضل موجود الحقيقة لحد شهر إبريل هو يتعلق بحاجتين مهمين جدا رقم واحد انتخابات الرئاسة ورقم اثنين اللجنة التأسيسية للدستور طبعا مع يعني ممكن ده بقى رقم واحد ورقم اثنين يعني طول الوقت هيحصل تبادل ما بينهم يعني ولكن اتفقنا في النهاية خالص أن يكون تشكيل اللجنة التأسيسية التي ستقوم بوضع الدستور خمسين في المائة من البرلمان بشقيه مجلس الشعب ومجلس الشورى وخمسين في المائة من خارج البرلمان الفكرة كلها أن يكون ممثل فيها شخصيات عامة وممثلين لنقابات وممثلين لثيارات سياسية مختلفة بدأت الأحزاب تختار ترشيحاتها وتتكلم عن نسبتها وأن تمثلهم في اللجنة التأسية سوف يكون وفقا لتمثلهم في البرلمان فمثلا حزب النور بيقول أننا حيبقى لنا احنا لين 25% من النواب في الشعب وفي الشورى وبالتالي يبقى لنا 12 نائب داخل الجماعات التأسية من حزب النور السلفي حزب الحواري والعدالة الدراعي السياسية الجماعات الخلال المسلمين بيتكلم على 20 نائب لكن ناخد في الاعتبار أن عدد من الشخصيات العامة بالتأكيد سوف يكون محسوب بشكل أو بآخر على طيارات الإسلام السياسي وعلى جماعة الإخوان المسلمين تحديدا خصوصا كمان أن الفترة الأخيرة في انتخابات رؤساء النقابات أو النقابات بصفة عامة زي مثلا المهندسين كان الطيار الإسلامي أو حزب إخوان المسلمين تحديدا كان ليه دايما الفعالية أكثر وكان ليه وكان يوم الأغلبية في معظم النقابات حتى النقابات اللي نجح فيها أشخاص ليسوا من جماعة الإخوان المسلمين هم بدعم من الجماعة ومحسوبين عليهم وبالتالي هناك مخاوف لدى قطاع كبير جدا من المصريين ومن السياسيين ومن الخبراء تتحدث عن أن جماعة الإخوان المسلمين سوف تستحوذ على جماعية السير الدستور وبقي طيارات الإسلام السياسي بدأت كمان الأحزاب حزب النور السلفي بيعضع بعض الترشيحات لللجنة السياسية والشخصيات العامة اللي هم عادتين في لجنة السياسية وبالتالي رشح ودعي السلفي محمد حسان الدكتور محمد إسماعيل المقدم أحد مؤسسي الدعوة السلفية ودكتور مصطفى حلمي القيادي بالدعوة ضمن الشخصيات العامة اللي هتكون في تشكيل الجماعية بس من الشخصيات دي سواء على فكرة ناحية تانية في ترشيح مثلا دعم سويرس على سبيل المتالي أو دعم محمد حسان دي شخصيات في الأول وفي الآخر حتى على مستوى الإعلامي وعلى مستوى رأي العام عليها جدل لتصريحاتها المختلفة يعني غير الجدل يعني في المصطين أحرار مثلا مرشحين أحمد سعيد رئيس الحزب باس العادل عضو الهيئة البرلمانية ومن الشخصات العامة المهندس نجيب سويرس الدكتور فاروق الباز والكاتب محمد سلمون المسألة هنا تتعلق في نهاية شريف هو هذه اللجنة يعني عجبتني كلمة جدا قالها دكتور أحمد حسن بوري وزيري قوة العاملة السابق الحقيقة في أحد البرامج التلفزيونية لما قال الأمر لا يتعلق بأن يسمعوا بعض يعني اللجنة التأسيدي لما يتعد عشان تعمل الدستور الأمر لا يتعلق بأنهم يسمعوا بعض لأن فيه فيه طيارات مختلفة وفيه اختلافات شديدة جدا داخل اللجنة التأسيسية ولكن أن يسمعوا الشعب هذا هو المهم في النهاية خالص يجب أن يكون هذا الدستور معبرا عن كافة الأطياف اللي موجودة في هذا المجتمع لتحقيق ما نريده جميعا في بناء مصر جديدة كلنا بنحلم بيها وعايزين مصر حقيقية تعبر عن مصر الثورة وهذا الدور منوض به الدستور وهذه الجماعة الأساسية هنا الحقيقة فيه نقطة تانية مهمة جدا ألا وهي تنثيل الأقباط إذا كنا نتحدث عن أن فيه ست أعضاء تقريبا ست أعضاء من الأقباط في مجلس الشعب احنا شايفين هنا حزب النور بيتكلم بكل قوة بيقول أنا 25% وبتلهب أليه 12 الحزب الحرية والعدالة بيقول ده أنا ليه الأكثرية في البرلمان وبتلهب أليه 20 عضو طيب بالنسبة للأقباط هم ست أعضاء داخل البرلمان يعني أنا أتصور أن بالكثير جدا هيكون فيه ثلاث شخصيات فقط من الأقباط موجودين في الجماعة السية طبعا لازم يكون فيه ممثلين عن كافة التواقف المسيحية والكنائس المسيحية ولكن ما زال هذا التمثيل ليس بالكثير ولا يعبر عن إجمالي الأقباط النقطة الثانية تتعلق بالمرأة حاجة أخرى تتعلق بالشباب دي كلها أمور أعتقد أنها لازم تحسن في خلال الفترة المقبلة حتى لا يستأثر أي طيار سياسي أيا كان بتحديد ملامح دستور مصر ملف رجال الشرطة حبس 11 رجل الشرطة بحدائل أبا سنة مع الإقاف ده يمكن أول أو من أوائل الأحكام اللي كانت بالحبس أو بالإدانة وبراءة ثلاثة فقط المتظاهرين وده يمكن المعتاد في الفترة الأخيرة أول حكم بالإدانة يصدر في قضاء قتل المتظاهرين ولكنه حكم مع إقاف التنفيذ وبرضه خرجت حيثيات الحكم وتتحدث عن أن الضباط كانوا في حالة دفاع عن النفس ولكنهم يعني غالوا شوية في استخدام القوة واستخدام السلاح مما أصفر عن مقتل حوالي 22 وإصابة أكتر من 44 في حدائق القبة شايفين بأن فترة كبيرة جدا الأحكام عملت تصدر كل شوية براءات وأنهما كانوا في حالة دفاع عن النفس في حالة دفاع عن النفس وبالتالي ده بيدي مؤشر شوية على فكرة المحاكمة بقى الكبيرة جدا بتاعة الرئيس السابق حسني المبارك ونجليه ووزير الداخلية الأسبق حبيب العدي وستة من كبار معاوني واللي تتجه الأمور بشكل كبير جدا بقى فيه شيء من يعني مش عايز أقول غضب ولكن هو الحقيقة يعني قلق شديد جدا داخل المجتمع المصري بأننا سوف نصحى أو نستيقظ ذات يوم لنجد أن هذا الشخص قد تم تبرئته تماما من جميع التهم المنسوب إليه في حالة خلق كبيرة جدا 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 ولكن في النهاية عواقب عواقب دائي طبعا القضاء ما احترمك كامل طبعا نحن نحترم القضاء وقراراته ولكن لما نسمع مثلا أن بعض أسر الشهداء بتتكلم أن نحن هنجيب حق أولادنا لأدينا ونحن عارفين الزباط دول سكنين فين ونبدأ نتعامل معاهم يعني دي الحقيقة حاجات مقلقة جدا يمكن يولد موجة عنف تانية بقى على موجة عنف نحن في غينة عنها تماما ولا نريدها إطلاقا يعني مع خالص احترامنا وتقدرنا للقضاء ولكن يجب أن يكون القضاء المصري قضاءا مستقلا وفي النهاية القاضي لما بيحكم بيحكم بقراء وبأدلة ربما كانت هناك مشكلات تتعلق بالقضية نفسها ووجودها أمام المحكمة وبالتالي القرار خرج بهذا الشكل خبرين برضو في نفس الإطار اللي هو خبر عبد المعز يواشع الغضب القضاء وأيضا الشعب يا سالي وزير العدل الرد على اتهماء اختفاء موقعات الجمل هناخدهم سالي عنهم يعني فيه كلام نقش في مجلس الشعب عن اختفاء أوراق وملف قضية موقعات الجمل في نفس الوقت المستشار عبد المعز إبراهيم حدت جلسة لنظر القضية القضية كانت تم تأجيلها من فترة كبيرة جدا لأن كان فيه طلب من مرتضى منصور برد المحكمة وتم رفضه فهو حدد جلسة يمكن يوم 28 المقبل أن نستقنف القضية في نفس الوقت اختفت فيه أوراق القضية دي علامة استفاهم كبيرة جدا وبالتالي مجلس الشعب استدعى وزير العدل المشهر عدل عبد الحميد لمناقشته في هذا الأمر وأعتقد أن هذا شيء خطير جدا ويجب أن نكون جميعا على العلم بكل شفافية أين ذهبت هذه الملفات من يقف وراء اختفاءها وهذا بردو ماشي في اتجاه هل المشهر عبد المعز إبراهيم له يد في هذا الأمر أعتقد يعلم أن تستفهم كثيرا جدا من حق الشعب أن يعلم ما مصير هذه القضية وأوراقها خصوصا أن فيها 25 متهم من رموز النظام السابق أبرزهم طبعا صفوة الشريف رئيس مجلس الشعب السابق ودكتور رحمة فاتح سرور رئيس مجلس الشعب السابق النقطة الثانية المشهر عبد المعز إبراهيم كان فيه جماعة عمومية دعت لها محكمة استقناف القاهرة لمناقشة تدخله في مسألة سفر المتهمين الأمريكان في قضية التمويل الأجنبي وعم أثير حولها من تدخل فيه شؤون على القضاء شفنا عصفة شديدة جدا استمرت على مدار أسابيع العمومية نصابها القانوني لم يكتمل والمشهر عبد المعز إبراهيم قال أنه حيتنحى أو حيتخلى عن بعض اختصاصاته وحيعتمد فقط على بعض الأمور الإدارية وقال ده في وجود المشهر حسام الغرياني رئيس المجلس العالي القضاء ثم تراجع بعد ذلك عن ما قاله من تصريحات بحجة أن الجماعة العمومية نصابها القانوني لم يكتمل وقال أنه حتى مسافر مكسيك علشان مؤتمر نتبادل فيه الخبرة القضائية مع دول أخرى الموضوع ينزر بانشقاق داخل بيت القضاء المصري نتمنى ألا يؤدي إلى اهتزاز قوي جدا في كل الأحوال هناك حديث من المشهر حسام الغرياني بأنه سوف يحقق وسوف يتخذ إجراء ضد المشهر عبد المعز إبراهيم إذا ما ثابت أي من الاتهامات المواجهة إليه بتدخل في أعمال القضاء كان معنا أخبار كتير الحقيقة أستاذ محمد طلعت الهواري مشكوك شكرا جميلة وحنروح لبقاءة نشوف من يعني يمكن شهر مارس وشهر الأم وشهر المرأة كان اليوم العالمي للمرأة كان لسه ما فيش من أقل من أسبوع حنروح نشوف تقرير عن اليوم العالمي للمرأة ونرجع تاني خليكم معنا اشتركوا في القناة